أعلنت الحكومة عن تشغيل قطاعات جديدة في الأردن بناء على توصية لجنة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد ولجنة الأوبية وزير الصناعة والتجارة والتموين رئيس لجنة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد الدكتور طارق الحموري أعلن أن القرار جاء بالموافقة على عودة عمل مدن التسلية والترويح السياحي في المنتجعات السياحية وتشغيل مدن ومحال الألعاب الترفيهية بالإضافة إلى السماح بعقد الانتحانات الدولية ضمن شروط التباعد الجسدي وتدابير الصحة والسلامة العامة كما تقرر السماح لمراكز التربية الخاصة وذوي الإعاقة باستئناف تقديم الخدمات التعليمية ضمن شروط الصحة والسلامة العامة